فرح طلعت بعد المطش وقلت ان سر احراز الاهل الاهداف في الدقائق الاخيرة عرفته اخيرا بعد 39 سنة من التماعن والسؤال ليه الاهل بيجيب جوان في الدقائق الاخيرة وعرفت السر وقلت ان واحدة من اهم الاسباب او واحد من اهم الاسباب اللي بتخلي الاهل ان هو بيجيب جوان في اخر ثواني وفي اخر دقائق وفي الوقت الضايع هو قانون الجذب قانون الجذب يعني ايه قانون الجذب قانون الجذب ده بيقول لك وده علم وفيه علماء اتكلموا فيه وفيه ناس عملوا كتب عليه عليه وفعلا فيه ناس بتقامن بيه وانا بقامن بيه ان انت لما بتحط قدامك تارجت وتحط قدامك هدف وتفضل تفكر فيه وتبقى ايجابي وتكون طاقة ايجابية حواليك عشان توصل للهدف ده بتعرف تعمله وهو ده اللي الاهلي بيعرف يعمله الاهلي دايما هتلاقي في المطشاط في اخر خمس دقائق وعشر دقائق وهم ما محتاجين جون عشان يكسبوا هتلاقيهم كل الناس اللي في الملعب جمهور والعيبة ومدربين وإداريين وكل الناس بتفكر في حاجة واحدة بس احنا هنجيب جون وهنكسب ففي معظم الاوقات ليهم بيجيبوا جون لما قلت الكلام ده مبارح فيه ناس كتير طلعت على السوشال الميديا وميدو بيقول اي كلام وميدو ميدو شتاين وناس قلت لك مش عارف كل الناس ناس كتيرة جدا وافقت معايا ان ده صح وناس كتيرة جدا قالت ان ميدو بيقول اي كلام فانا النهاردة او ميدو بيتفلسف او ميدو انا عمر الحمد لله ما بحاول اتفلسف على حد لكن انا فعلا مؤمن بالكلام ده لان انا قريت الكتاب ده فيه كتاب اسمه The Secret بتاع ست كاتبة استرالية اسمها روندا بيرن روندا بيرن دي ست عملت كتاب اسمه The Secret لو مشوف دلوقتي بتتكلم على قانون الجذب قانون الجذب ان انت في حياتك لما بتفكر في حاجة وتفضل ايجابي towards الحاجة دي او نحية الحاجة دي وتقول انا هعملها بتقدر ان انت تعملها وعلى فكرة مش اخدكو ببعيد كل الاديان بتقول كده كل الاديان السماوية بتقول نفس الكلام يعني هو العلم الست دي روندا بيرن دي يبولي يا جماعة كتاب ورايا ما تنحلهم ماشا ست روندا بيرن اللي كتب الكتاب ده على فكرة الكتاب ده حقق نسبة يعني مبيعات وطبع يعني نسخ عدد نسخ خياسي كتاب اللي قدام حضرتك ده وبعكية عمل فيلم الكتاب ده تقريبا سنة 2000 وانا بلعب في ميدلزبرا 2007-2008 قريت الكتاب ده وابتدأت ان انا فكر في الموضوع ده ان انت فعلا لما تسعى الصبح او مثلا مش لما تسعى الصبح او مثلا تقول ان انا هبقى احسن لعيب في مصر او البنك اللي انا شغال فيه ده هبقى المدير بتاعه وتفضل تقامن بكده انا هبقى مدير البنك ده وتفضل كل يومين تلا تتفكر نفسك انا هبقى مدير البنك ده هترقى وهبقى مدير البنك ده بتلاقي ان كل حاجة بتحصل لان انت كونت طاقة ايجابية ناحية الهدف بتاعك ده وكل حاجة بتحصل وفي الاخر بتوصل ان انت تبقى مدير البنك ده عمري ما فكرت لكن جي يعني وانا شغال في الكرة ابتدت افكر في الكلام ده الاول وبقى كده انبارع ربطه بالاهلي اشمعنا الاهلي اشمعنا الاهلي اللي دايما بيجيبه جوان اخر دقايق في الاوقات اللي هو محتاجها طبعا الاندات التانية بتعمل كده لكن الاهلي ليه تاريخ مع كده فوصلت لنتيجة ان في الاهلي والاهلوية حتى هم ما بيتفرجوا على الماتش كل يوم ما بيشتموش المدرب اللي شغال او اللي عيبة قبل ما الماتش يخلص بيفكروا في حاجة بس هو الماتش شغال احنا هنكسب احنا هنكسب هنجيب جوان دلوقتي يعني هيا ساعات كتيرة جدا بتفرج على ماتشاط اه للاهلي مع اهلوية مثل يوم هم ما بيتفرجوا يقولك ايه هنجيب جوان دلوقتي هنكسب بتلاقي المدرب انبارع وانا بتكلم مع سيد عبدالحفيز سيد عبدالحفيز قال لي انا بستطلهم على الدكة وقلت لهم في ديئة تمانين هنجيب جوان التقى الايجابية دي وانا بقول كده ليه انا بقول كده لان انا في رأيي وقولوا بقى ان نميدو مجنون وقولوا انا في رأيي ان الموضوع ده موضوع مهم جدا جدا في الحياة عموما وفي الرياضة وفي الكرة اكيد طبعا في الكرة كجزء من الحياة ان انت لما بتكون طاقة ايجابية وبتبقى ايجابي حتى يعني بيقولك تفقله بالخير تجدوه يعني لما بتقدر ان انت تكون طاقة ايجابية حواليك توردز او ناقة حاجة انت عايز تحققها بنسبة كبيرة بتقدر تتحقق بمشيط ربنا سبحانه وتعالى طبعا وفيه طبعا كوتس كتيرة جدا ده اينشتاين صح؟ شبهي جدا او انا لما اجبر هبقى شبهة اينشتاين اعتقد هكش كده زيه بص بيقولك ان كل حاجة يعني حاولين الطاقة كل حاجة حاولين الطاقة اللي انت بتكونها حاولين نفسك ده فيزيكس اه بيقولك دي مش فلسفة انا بيقولكش الكلام ده بتفلسف عليكم ده ده فيزيكس يعني في مليون حاجة في كوتس كتيرة جدا بتتكلم عن نفس الكلام ده اللي انا بقوله لك ارجعولي تاني انا بقول الكلام ده ليه انا بقول الكلام ده لان انا جربته في حياتي